موسيقى هي ثورة حفرت نفسها في تاريخ لبنان الحديث ثورة شعبية ضخمة قد لا تتكرر لجهة حجمها ودورها وشعاراتها موسيقى موسيقى ثورة الرابع عشر من أذار فجرها غضب عارم بعد اغتيال الرئيس الشهيد روفيق الحريري فجمعت تحت مظلتها أطيافا مختلفة وحققت نتائج كان يستحيل حتى التفكير بها أنظم وأبرزها على الإطلاق انسحاب قوات النظام السوري من كامل الأراضي اللبنانية محررت لبنان من وصاية احتلالية سورية كانت باقية جاثمة على صدور اللبنان 14 أذار هي هذا الجسر العابر للطوائف 14 أذار هو حالة هو نفس نفسية هو روح هو مبادئ 14 أذار منه هي التنظيم فقط والذي تشتت في الأولى موسيقى واليوم في ذكرها الرابعة عشرة ومع التحالفات التي تبدلت كثيرا والمتغيرات السياسية والميدانية التي اضطرأت محليا واقلميا ودوليا ماذا بقي من ثورة الرابع عشر من أذار 14 أذار باقية 14 أذار حاربت بالديمقراطية وبالرأي وبالفكر وبالموقف السياسي حاربت الحديد والدم 14 أذار هي العدالة السياسية والعدالة الاجتماعية وهي العدالة الآتية التي ننتظرها جميعا في الأسبوع القليلة المقبلة في موضوع المحكمة الخاصة في لبنان 14 أذار باقية رغم كل ما يقال 14 أذار موجودة بقلوبنا في نفوسنا وبعقول كل من نزل إلى ساحة الحرية في العام 2005 ورفع شعارات الحرية والسيادة والاستقلال يرفض اليوم أن يمس بانتفاضة الأرض من باب حديث بعض الشامتين عن انتهاء مفاعلها فهذه الانتفاضة غير المسبوقة ورغم اختيال أبرز وجوهها ومحاولة تطويق أهم قياداتها ستبقى حاضرة بروحيتها وعنوينها وقصمها نقص بالله العظيم مسلمين ومسيحيين أن نبقى موحدين إلى أبد العابدين دفاعا عن مبنان العظيم عشد وعاش لبنان دفاعا عن مبنان العظيم